اشتركوا في القناة وحارت بها حيلتنا وقل عليها صبرنا اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا محققا تسر به عيوننا وتجبر به خواطرنا اللهم أسعدنا سعادة الدنيا بخيرها والجنة بفردوسها جمعة مباركة على الجميع اليوم توقعتنا على يوم الجمعة 3 آذار مارس طبعا القمر الآن موعد بث الحلقة موجود فيه برج السرطان ورح يضل القمر موجود في برج السرطان لغاية ساعات ما بعد العصر اللي هو عصر يوم الجمعة بعدين القمر بده ينتقل لبرج الأسد القمر الآن موجود في منزلة الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل ورح يضل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 36 دقيقة من صباح اليوم الجمعة لا ينتقل بعدها لمنزلة الجبهة وهي منزلة للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو طبعا القمر بما أنه ما زال موجود في برج السرطان من الآن ولغاية ساعات العصر منشعر في هاي الفترة بقوة العاطفة منحاول خلق جو من الأمان إنه لأحبائنا من مين لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها من يضرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في ألبومه يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشرابنا لأنه بالفترة هاي بنشعر بحافز كبير لألتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأنه حساسيتهم بتكون فيه أوجه في هاي الفترة بوسعنا شراء عقار أو استئجار عقار أو الاهتمام بالعقارات بأي مسألة مثل زراعة نبتة أو شجيرة أو ديكور أو الانتباه أكثر لأطفالنا وأيضا قضاء وقت ممتع في البيت بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم في عنا زاوية جديدة ظهرت على الساحة زاوية إيجابية هي زاوية تزديس إيجابية بين الشمس وبين أورانوس وهذه تأثيراتها من اليوم 3-3 ولغاية يوم 10-3 اللي هي حدة هاي الزاوية طبعا ذروتها يوم 6-3 في تمام الساعة وحدة و41 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش هاي الزاوية بتساعدنا في تعزيز قدراتنا الإدارية وبتضفي جاذبية على شخصيتنا كما بتعزز قوة الحدث لدينا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية الإقتران السلبية بين عطارد وبين زحل وهاي تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 4-3 هي اللي بتسببنا التعب والقلق والحذر والميلة الكآبة وبتحد من خيالنا تجعلنا شاردين الذهن ومتقلبين وبتعرضنا للإرهاق اللي بضر بصحتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية إقتران إيجابية بين الزهرة وبين المشتري وهاي برضو تأثيراتها لغاية يوم 4-3 هاي زاوية بتعزز الجوانب الأخلاقية والذوقية في السلوك اللي بتسهل عملية التعامل مع الآخرين والتفاهم معهم كما بتسهل عملية إقناعهم حتى ولو كانوا بيفتقروا للمرونة في التعامل وكمان هاي زاوية بتعزز الذائق الفني والقيم الجمالية لدى العاملين في المجالات ذات صلة بهذه القدرات مثل الفن والديكور والتجميل والأمور هاي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية راح تكون بين القمر وبين نبتون وهاي طبعا تأثيراتها من ساعات منتصف الليل ولغاية ساعات المساء ذروتها الساعة 24 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج هاي زاوية بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدس وعليفا واكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين بلوتو وهي راح تكون ذروتها ساعة 22 دقيقة عصرا بتوقيت جرينج طبعا تأثيراتها طيلة النهار بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار راح يبدأ من الساعة 22 دقيقة عصرا بتوقيت جرينج ورح يستمر حتى تمام الساعة 3 و 15 دقيقة عصرا بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر ويستقر في برج الأسد هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراش ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار القمر الساعة 3 و 15 دقيقة عصرا بيكون خلص انتقل واستقر في برج الأسد عشان هيك من هذا الوقت بيصير الناس من حولنا أكثر كرما مما اعتدنا من الناحيتين المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطف مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناع حلية ثمينة وبرضو الجهاز اللينفاوي وعظم الصدر هدولة الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لهم العناية الإضافية طبعا بما أنه المعدة من الأكثر حساسية معناته هذا اليوم أيضا لا يصلح لعمليات قص المعدة أو التكمين أما من ساعات العصر وما بعد بصير عندنا القلب الشريان الأورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظاهر والجانبان طبعا هاي الأعضاء كلها اللي ذكرناها بجوز عمل عمليات حتى اللي ما قبل العصر اللي هي العمليات الصغرى ولكن عمليات كبرى ما بنصح فيها نهائيا باقي أعضاء الجسم ما فيه أي مشكلة للعمليات الجراحية هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لعزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح يكون موجود في برج الأسد في ساعات المساء معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين ستة ثلاثة مبدأ خلو المسار الساعة ثلاثة وثمانتعشر دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة ثلاثة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني مدة خلو المسار رح تكون عشرين دقيقة فقط بعدها القمر رح ينتقل ويستقر في برج العذرة أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب عمره 11 يوم فيه تمام الساعة 11 واثنين وخمسين دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش بصير عمره 12 يوم نسبة الإضاءة بتصير ثمانين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة سعيدة بالنسبة عشر في المية طيلة اليوم القمر في السرطان وبدو ينتقل في ساعات العصر لبرج الأسد ورح يضل في برج الأسد لغاية يوم ستة ثلاثة الآن سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية وبتضل بنسبة السعادة هاي لغاية ساعات المساء مساء يوم الجمعة بصير سعيد بنسبة خمسة عشر في المية عطارد في الحوت حتى يوم تسعة عشر ثلاثة منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية الزهرة في الحمل حتى يوم ستة عشر ثلاثة سعيد بنسبة ستين في المية المريخ في الجوزاء حتى يوم خمسة وعشرين ثلاثة منتحس بنسبة عشر في المية المشتري في الحمل حتى يوم ستة عشر خمسة سعيد بنسبة خمسة في المية زحل في الدلو حتى يوم سبعة ثلاثة سعيد بنسبة خمسة في المية أرنس في الثورة حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23 ثلاثة سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنهمكم بمور إلها صلع بالبيت والعائلة أهم شانكم ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم خصصوا فترة لا بأس فيها من وقتكم للاهتمام بمتطلبات العائلة الأجواء فيها بعض الضغط والمسؤولية وممكن يكون عندك ارتباط خلال هذا اليوم ومصاريف منزلية أما من ساعات العصر بتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم وبتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات والحضوض بتدعمكم بشكل كبير برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتنشطوا في أمور ومجالات إلها علاقة بالسفر والاتصالات من الآن لغاية ساعات العصر أهم شنكو تكونوا أكثر صبرا على طرقات بظل هذا اليوم مناسب لاجتياز امتحان وبتتمتعوا بطاقة فكرية وجسدية كبيرتان تدافع عن مبادئك لكن بليوني ودبلوماسية انتبه لكلامك واحفظ خط الرجعة ممكن اليوم تتمم لقاء أو اجتماع أو عمل مفيد بتتخذ من خلاله بعض القرارات المهمة أما من ساعات العصر وما بعد هنا بتعيد تنظيم أموركم البيتية والعائلية ممكن يطرأ عطل منزلي أو حدث عائلي يلفت انتباهك برج الجوزة ثم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي ومنكم أشخاص اليوم ممكن يستردوا أموال بتعودلهم أو يحصلوا على هدية أو جائزة أو دعم مالي أهم شيء تخففوا من النفقات بتميلوا للتفاوض والمساومة وبتنشطوا بالرحلات والاتصالات وبتجرأوا في النقاش فترة مناسبة لبحث مواضيع مهمة ولتقديم الامتحانات والمطالبة بحقك عشان هيك بدك تمارس اليوم صلاحياتك أما في الساعات المساء هنا النشاط بيصير أكثر بالتنقلات والاتصالات والسفريات ولكن بدك تكونوا أكثر وعيا على الطرقات برج السرطان بالنسبة لما أوليد برج السرطان طبعا عندكم طاقة ونشاط وحيوي وقدرة على إنجاز الكثير من مشاغلكم خلال هذا اليوم أهم شيء ما تترددوا في فرض وجهة نظركم ممكن تحققوا انتصار أو تظهروا مزايا رائعة تلفت أنظار الجميع لإلكم فترة إيجابية حاولوا أنك تستغلوها طبعا برضو حتى الشمس بتعمل هيك بتسلط الضوء على بعض الدعم الخارجي وربما بعض الاهتمامات المالية والقروض والديون وتفتح صفحة أو قرار جديد أما من ساعات المساء بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم أهم شيء انك تبتعدوا عن مشتريات غير ضرورية وإحرصوا على مالكم من السرقة أو الضياء بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بيظل التعب مسيطر عليكم لليوم الثاني على التوالي أنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل وإخلدوا للراحة بتكونوا مرهقين وقليلين الحماسة ما تنتظروا جواب لأن الظروف فارغة الأجواء ما زالت ضاغطة بسبب وجود القمر في بيت المتاعب لغاية ساعات العصر بتخف وطيرتك خلال هذا النهار حتى الركود أهمش أنك ما تستعجل أي أمر عشان ما تخيب أمالك وحاذر من التراجع الصحي كل ما اقتربنا لساعات العصر أكثر بتمتلء نشاط وحيوية وبتنقلب بعض الخيارات والتوجهات لا وضع بي ناسب وضعك الحالي وبتمتعوا بالقدرة على قلب المعطيات لصالحكم برج العذرة بتنشطوا اجتماعيا خلال هذا النهار يعني من الآن لغاية ساعات العصر وبتلتقوا لأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أهمش أنك تتجنبوا انتقاد أي شخص هذا اليوم بيحمل فرصة مناسبة لحشد التأييد والدعم وتعتبرها أي فترة مناسبة لطلب الاستشارة أو تأييد أحدهم وإنتوا بتمتلكوا القدرة على التواصل البناء ومن الضروري حشد الدعم حاليا حاولوا أنك تلعبوا دور بناء خلال هذا اليوم أما في ساعات العصر بتبلشوا تدخلوا فترة غير مريحة تلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم لأن القمر رح يصير في بيت المتاعب فعشان هيك لا توقعوا على عقد ولا تحسموا أمر لأنها فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ برج الميزان ابتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين من الآن ولغاية ساعات العصر بوسعكم إثبات جدارتكم متدفع بمصالحكم ويعتبر يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي برضو هذا اليوم بيحمل لك مسألة شخصية ممكن سببت لك بعض القلق أو العبء أو بيتعلق بالمنزل أو بأحد أفراد العائلة أهم مش إنك متجازف باستقرارك ومعنوياتك وشخصيتك وهدئ من روعك يعني فيها شوي بعض التوتر هاي الساعة من ساعة العصر بتنشطوا بين الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشارك في حفلة أو مناسبة سعيدة أو لقاءات أو اتصالات نشطة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة أهم مش إنك تكونوا أكثر صبراً أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة ممكن تفرحوا لإنفراج مسألة ضاغطة وتعتبر فترة جيدة ومنعشة للعلاقات والتحالفات ولكن بدك تحاذر من بعض المتاعب والوعكات الصحية وخصوصاً في ساعات العصر أما من ساعات ما بعد العصر بتحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ويعتبر يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم مش إنك تتجنبوا الخلافات وتسعوا لتلطيف الأجواء برج القوس خلال هذا اليوم بتنهمكوا في ضبط شؤونكم المالي المشترك ورغم النفقات إلا أنه في فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض وسارعوا لتصحيح الأقطاء واستعادة ثقة الآخرين ولا تسمح للخلافات بالتأزم لا سيما مع الأحبة ناقشوا وفاوضوا وما تتهربوا من مواجهة الأمر الواقع وعبروا عن رأيكم بهدوء وما تستفزوا أحد أما من ساعات العصر وما بعد بتنشطوا في السفر والاتصالات البعيدة والتعامل مع الأجانب ولكن بتكونوا أكثر وعياً على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن برج الجديد بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة طيلة اليوم وبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاء العمل والعاطفة وتعتبر هاي فترة متوترة لأن القمر مقابلك تماماً لغاية ساعات العصر فممكن تتورط في أزم ما أو تعصب أو يصير فيه معك مشكلة أو تضطر للإبطاء بمسار بعض الأمور والخطوات أو تغير نمط معين أما من ساعات العصر وما بعد بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة إنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت وحاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهوا بالأمور الثانوية بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً بيبدأ العمل بالتراكم لديكم القمر برضو باتجاه المقابلة فعشان هيك طاقتكم بدأت تنزل حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم ولا تدخلوا في أي مواجهة مع زميل أو مدير أو حتى زبون بتكثر لقاءات والاجتماعات وممكن تحضر لورشة عمل أو تهتم بوضع صحي بتكثر المسئوليات والالتزامات على أنواعها فعشان هيك بدأت تكون حريص على عملك وتباكر إليه بنشاط أما من ساعات العصر بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن بتكونوا أكثر تفهماً لوجهة نظر الشركاء خصوصاً شركاء المال أو العاطفة وحذروا من الخلافات وحاولوا إنكم ما تضخم الأمور برج الحوت بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم برضو حاولوا تفاهم وجهة نظرهم وما تبالغوا في طلباتكم منهم ممكن تحتفلوا بإنجاز أو بانتصار وبتنمو بعض العلاقات وبتزدهر وتعتبر هاي فترة مثمرة وكثير بتكون فيها الانشغلات والتحركات ولكنها فترة حظ ونجاح وتقدم على جميع المستويات أما في ساعات العصر وما بعد هنا بتكونوا تنتبهوا لصحتكم أكثر لأنه ببدأ العمل بتراكم وطاقة صحتكم بتصير ضعيفة شوي فعشان هيك العمل بصير أكثر من المعتاد وممكن تجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم والأهم إذا شعرتوا بشيء غير اعتيادي اتراجعوا الطبيب هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء